موسيقى موسيقى شاهدي طقس العرب أسعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة في البداية نبدأ من هذه الليلة هذه الليلة تكون الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا لكن المناطق الجنوبية من المملكة في فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر هذه الأمطار تكون مصحوبة بالعواصف الرادية أحيانا تشمل معظم المناطق الجنوبية وخاصة أقصى جنوب المملكة والمناطق الجنوبية الشرقية والمناطق الجنوبية بما فيها العقبة وبيستمر هطول الأمطار أيضا يوم الجمعة في المناطق الجنوبية هذه الليلة في معظم مناطق المملكة وخاصة عمال أجواء باردة الصغرى بحدود ثمان درجات الصغرى الملموسة بحدود سبعة والرطوب النسبي مرتفع نسبيا بحدود أربعة وثمانين في المية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة غدا الجمعة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا تسقط زخات رعدية من المطر خاصة في المناطق الجنوبية تمتد تدريجيا وبتشمل بعض المناطق الشمالية والوسطى وعادة زخات المطر اللي ناتجة عن الأحوال الجوية غير المستقرة ممكن أنها تسبب الهطول في منطقة دون الأخرى وأيضا شدة الهطول تختلف من منطقة إلى أخرى وهذه من ميزات حالة عدم الاستقرار الجوي إذن أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا وفي فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر الأمطار تكون شديدة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة يوم السبت استقرار على الأجواء ارتفاع قليل على درجات الحرارة الأجواء مشمسة بشكل عام يتخللها ظهور بعض السحب والعظمى بحدود 15 درج مئوية والصغرى أثناء الليل حوالي 7 درجات مئوية يوم الأحد أجواء غائمة جزئيا لكن في المساء تتهيئ الفرصة لسقوط أيضا زخات متفرقة من المطر العظمى بحدود 14 والصغرى 8 درجات مئوية الأماكن التي قد يهطل فيها الهطول زي ما حكينا حالات عدم الاستقرار الجوي هي حالات ممكن أنها تسبب الأمطار أو تسقط الأمطار في منطقة دون الأخرى وأيضا تختلف الشدة في منطقة دون الأخرى لكن أكثر المناطق التي تكون فيها الأمطار بشكل شديد وغزير أحيانا وفترات يتخللها حالات غزيرة من سقوط المطر هي المناطق الجنوبية وأقصى جنوب المملكة وهذه الوضعية تكون يوم الجمعة وخاصة بعد ظهر يوم الجمعة ومساء يوم الجمعة بإذن الله ملخص للأحوال الجوية المتوقعة يوم الجمعة يوم الجمعة أجواء غير مستقرة وبالتالي في سقوط للأمطار لكن يوم السبت تستقر الأجواء مؤقتا لكن يوم الأحد عودة هطول الأمطار مساء بإذن الله هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة قدمناها لكم من طقس العرب الذي يتمنى لكم أيت أطلت نهاية أسبوع موفقة وسعيدة وشكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر